اهلا بكم وإلى العنوين اصابة 12 فلسطينيا بينهم طفل في اعتداء قوة الاحتلال على مسيرات العودة شرق غزة مكتب نتنياهو يعلن عن زيارة قريبة له إلى البحرين ويقول أن الزيارة تمهد لشرق أوسط آخر الاتحاد العام التونسي للشغل يبحث غدا خطواته التصادية والحكومة توافق على مشروع قانون المساواة في الارث صحيفة تركيا تكشف أن الفريق السعودي سحب دم خاشقجي من الوريد قبل تقطيعه الفياضانات تجتاح عددا من المناطق العراقية ووزارة الصحة تعلن وفاة سبعة أشخاص شرات الشهداء والجرحة في سلسلته هجمات دامية في مناطق متفرقة من باكستان وأحدها على القنصلية السينية في كاراتشي أصيب 12 فلسطينيا بينهم طفل جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاصة على المشاركين في مسيرة العودة شرق مخيم لبريج وسط غزة الهيئة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار جددت المطالبة بدعم الجرحة وتوفير العلاج والدواء الكافيين وفتح الدول العربية مشى فيها لهم وتسهيل سفرهم الهيئة أكدت أن المقاومة رسخت معاني الوحدة الوطنية الحقيقية في ميدان القتال وساحة المواجهة داعية إلى المشاركة في فعاليات جمعة العودة السادسة والثلاثين تحت عنوان جمعة التضامن مع الشعب الفلسطيني القيادي في حركة حماس أحمد بحر قال أن المقاومة الفلسطينية لقنت الاحتلال درسا لم ينساه أبدا وفي كلمة له أثناء مسيرات العودة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة أضاف بحر أن المقاومة والثوابت الفلسطينية والقدس والأسرة فقط هم من يوحدون الفلسطينيين توحدنا المقاومة ولا يوحدنا شيء غير المقاومة لا يوحدنا التنسيق الأمني لا يوحدنا التعاون مع الاحتلال لا يوحدنا التطبيع والهرولة نحو التطبيع وينضم إلينا من غزة مرسل الميدان أحمد شلدان أحمد أهلا بك مع تقدم ساعات الليل كيف تبدو السورة في الميدان فيما يتعلق بمخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة في هذه اللحظات المخيمات تخلو من المشاركين فيها بعد حلول الساعات الظلام أي بمجرد حلول الظلام في هذه المنطقة بعد الساعة الخامسة مساء بتوقيت فلسطين المحتلة تخلو مخيمات العودة في العودود الشرقية لقطاع غزة من المشاركين فيها وزارة الصحة أعلنت في إحصائيتها النهائية عن وجود 14 إصابة بالرصاص الحي في الصفوف المشاركين في هذه المسارات ويمكن أن نسجل بأن هذا هو أدنى رقم يتم تحقيقه أو تسجيله من الإصابات على طول أو على مدار أيام مسارات العودة 35 أسبوعا مضت لم يتم تسجيل أدنى من هذا الرقم وبالتالي هذا يعني أن هناك ربما ضبط أكثر من قبل الهيئة الوطنية العلية لمساء العودة للمشاركين في هذه المسارات بغية التحقيق التام للتفاهمات التي جرت بين الفصائل الفلسطينية وبين الاحتلال الإسرائيلي لتخفيف الحصار عن قطاع غزة مقابل تخفيف وطأة الاحتكاكات الميدانية على الحدود الشرقية لقطاع غزة حركة حماس قالت بأن الجماهير التي خرجت في هذه المخيمات تأتي للتأكيد على الحق الفلسطيني طبعا اليوم كانت هذه الجمعة التي خرج فيها المواطنيون الفلسطينيين من كل حد وصوبا من مختلف مناطق قطاع غزة كانت تحت عنوان المقاومة توحدنا وتنتصر وتم الإعلام بأن الجمعة القادمة ستكون هي جمعة التضامن مع الشعب الفلسطيني وهي كما قالت الهيئة الوطنية العليا تعد فرصة لاستيقاظ الضمير العالمي تجاه قضية الشعب الفلسطيني هذه المرحلة الحساسة التي تتعرض فيها القضية الفلسطينية إلى محاولات التصفية ومحاولات شرعنة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وتأتي أيضا هذه الجمعة بعد تحقيق المقاومة لنصرين على الاحتلال الإسرائيلي أحمد شلدان مراسل الميدين كنت معنا من غزة في فلسطين المحتلة شكرا جزيلا لك بدوره قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم قال إن الإنجاز الذي حققته المقاومة في معركة حد السيف زاد من ثقة الشعب الفلسطيني بقدرته على فرض إرادته على الاحتلال الإسرائيلي قاسم أشار إلى أن الإسرار على المشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار يؤكد العزم الفلسطيني على تحقيق أهداف المسيرات وإرباك حسابات الاحتلال وخططه وصولا لانتزاع حقوقهم وحريتهم ما نشرته كتائب القسام من معلومات حساسة يمكن أن يلحق ضررا استراتيجيا ليس في غزة فحسب بل في كل أنحاء الشرق الأوسط أيضا هذا ما قاله ألون بن ديفيد أحد أبرز المعلقين الإسرائيليين في أعقاب نشر صور منفذي العملية الفاشلة قرب خان يونس الإنجاز الأمني الجديد للمقاومة دفع برقابة العسكرية الإسرائيلية إلى أصدار بيان استثنائي لمنع تداول الصور والتفاصيل منال إسماعيل حماس تنشر تفاصيل عن عملية الجيش الإسرائيلي في غزة فلا تساعدها عبارات استثنائية لبيان استثنائي أصدرته الرقابة العسكرية في إسرائيل ردا على نشر حركة حماس صور الجنود الإسرائيليين الذين شاركوا في العملية السرية التي كشفت في خان يونس قبل نحو أسبوعين نشر حماس صورا تدعي أنها لجنود نفذ العملية التي تعقدت في عمق القطاع دفع الرقابة العسكرية إلى إصدار بيان استثنائي تطلب فيه الامتناع عن نشر أي معلومات أو صور بهذا الخصوص إنها حرب نفسية بين إسرائيل وحماس حرب الأدمغة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة كما يصفها محللون إسرائيليون أثمرت هذه المرة إنجازا لمصلحة حماس معركة أدمغة تدور بين المؤسسة الأمنية والأجهزة الاستخبارية وبين حماس التي نشرت صورا تدعي أنها للوحدة الخاصة التابعة للجيش والتي نفذت العملية التي تعقدت وكشفت شرق خان يونس الضرر الاستراتيجي الكبير الذي قد يحدثه نشر الصور على المستوى الاستخباري بسبب حساسية عمل القوة الإسرائيلية تلك لا يقل في رأي مراقبين عن أثر نشر تلك الصور في الوعي الإسرائيلي يوجد هنا معلومات سوبر حساسة مع احتمال ضرر استراتيجي ليس فقط في غزة بل في كل أنحاء الشرق الأوسط الأشخاص الذين شاركوا في تلك العملية لا يعملون فقط في غزة بل في أماكن أخرى في الشرق الأوسط مراقبون أشاروا إلى أن تعمد حماس نشر صور مختلفة لهؤلاء الجنود أمر لافت بحد ذاته هناك أمر لافت جدا وهو أن الصور التي نشرت ليست لشخص واقف مثلا على سيارة بل هي صور التقطت لجواز سفر أو هوية ماذا يعني ذلك؟ هل وقعت في أيدي حماس هويات عسكرية؟ كيف حصلوا على تلك الصور؟ منذ اللحظة التي كشفت فيها عملية القوة الخاصة في غزة قدروا في الجيش الإسرائيلي أن حماس ستنشر تفاصيل عن هوياتهم يقول محللون ويضفون المعلومات من غزة هي جزء من حرب الوعي التي تستثمر فيها فصائل المقاومة جهدا كبيرا وبنجاح مهم في الجيش الإسرائيلي يتملقون الجمهور الإسرائيلية للاستماع إلى طلبهم بعدم نشر المعلومة الفلسطينية لكنهم يعلمون أن هذه كانت طلقة البداية فقط أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أن الأخير سيزور البحرين قريبا واصفا الزيارة بأنها تمهيد لشرق أوسط آخر دلالة على البدء في المسار الصحيح لتصحيح التاريخ وفق تعبيره نتنياهو الذي زار سلطنة عمان الشهر الماضي والتقى سلطان قابوس قال أن إسرائيل تريد إقامة علاقة كبيرة مع العالم العربي لفتا إلى أن الكثير من الوزراء قاموا في الماضي بزيارات لدول عربية وخليجية مع تواقم اقتصادية وجامعية كبيرة الناطق باسم لجان المقاومة الفلسطينية محمد لبريم أبو مجاهد أكد أن المقاومة الفلسطينية باتت عصية على الخرق من العدو أبو مجاهد وفي اتصال مع الميادين أشار إلى أن تطبيع بعض الدول العربية مع إسرائيل تفويد لها لقتل الشعب الفلسطيني وبيع القضية الفلسطينية عندما صرح نتنياو أنه سيكمل طريقه إلى داخل البحرين هذه رسالة واضحة لأن البحرين الآن تفوض الاحتلال من جديد على بيع القضية الفلسطينية والاستمرار في قتل أبناشا بن الفلسطين والتامر على قضيتنا نحن في رسالة مواضحة نقولها من الفن هذا التعاون الذي وصل إلى وحدة حال بين بعض الدول العربية وبين الاحتلال الفلسطيني للتعامل على قضيتنا لن يمر مرورا الكرام وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال أن إسرائيل كانت ستقع في مأزق كبير لولا السعودية وفي حديث لمناسبة عيد الشكر شكك ترامب في تقرير وكالة الاستخبارات المركزية بشأن تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قتل السحفي جمال خاشقجي السعودية ساعدتنا جدا في الشرق الأوسط ولولا وجودها لما كنا نمتلك قاعدة كبيرة وإذا نظرتم إلى إسرائيل فستكون في مأزق كبير من دون السعودية فماذا إذن تريدون؟ هل تريدون مغادرة إسرائيل؟ لدينا حليف قوي جدا في المملكة العربية السعودية لدينا حليف يؤكد على المستوى الأعلى على لسان ولي العهد والملك أنه لم يرتكب هذه الفضاعة أكره هذه الجريمة ولكن السعودية أمنت عددا هائلا من الوظائف والأهم أنها ساهمت في تخفيض سعر برميل النفط أكره الجريمة وما حصل والتغطية عليها وملي العهد يكرهها أكثر مما أفعل وقد أنكر بشدة معرفته بها أقول بقوة السعودية حليف قوي وإذا اتبعنا معايير معينة فلن يكون لدينا حلفاء وفي تركيا كشفت صحيفة صباح أن رئيس الطب الشرعي السعودي صلاح الطبيقي سحب دم خاشقجي من الوريد كي لا يتطاير أو يترك أثرا ثم سكبه في المراحيد وقالت الصحيفة أن الطبيقي أحضر معه معدات طبية خاصة إضافة إلى مقص ومشرت كانت بحقائب الفريق السعودي بحسب ما كشفته أجهزة الأشعة في مطار أتا تيرك أضفت أن فريق التحليل الجنائي التركي فحص المياه العادمة في أحد شوارع القنصلية بواسطة روبوت وقارن عينة منها بعينة الحمض النووي لخاشقجي وفيما تتوالى ردود الفعل على قضية قتل خاشقجي واصل ابن سلمان جولته الخارجية التي بدأها من الإمارات على أن تشمل أجد البحرين وتونس ومصر والجزائر وموريتانيا في سياق المتصل دعا ناشطون تونسيون إلى تظاهرة أحتجاجية وسط العاصمة ضد الزيارة المتوقعة الثلاثاء المقبل كما استهجنت نقابة صحفيين زيارة بن سلمان وعدتها خطرا على الأمن وعلى الحريات المتحدث باسم الجبهة الشعبية حمى الهمامي أكد أن الزيارة تمثل استفزازا للشعب التونسي ولثورته ومبادئه مؤكدا أنه لا أهلا ولا سهلا بجلاد الشعب اليمني ومتزعم التطبيع مع إسرائيل وفي تونس أيضا وفق مجلس الوزراء على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام قانون الأحوال الشخصية والمساواة في الإرث بين الرجال والنساء ومن المقرر أن يحال مشروع القانون بعد هذه الموافقة على مجلس نواب الشعب في الأشهر المقبلة بحسب ما أعلنته مصادر الرئاسة التونسية وفيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ قرر المجلس إعادة النظر في بعض الأحكام الخاصة بالضمانات والمراقبة القضائية ثم عرضه من جديد على مجلس الوزراء يعقد الاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعا مهما غدا السبت لتقييم حصيلة الاضراب العام وتحديد أشكال الاحتجاجات المقبلة فيما تباينت مواقف السياسيين من تداعيات الاضراب بلا المبروك والتفاصيل نسبة النجاح جوزت 90% في مختلف المحافظات التونسية بحسب أرقام الاتحاد العام التونسي للشغل ويوم الخميس مر من دون مشحنات وتوترات أمنيا من أبرز عنوين يوم الاضراب العام في الوظيفة العمومية إلا أن مواقف أفريقاء السياسة تباينت وتناقضت بخصوص جدوى الاضراب ومراميه اضراب هذا فعلا هو اضراب من أجل مطالب نقبية ولا هو اضراب معناه لخدمة أجندة سياسية معينة هذا اللبس اللي حاصل هذا الاضراب يمر بشكل جماهيري وسلمي وأن شعب تونس بدأ يعرف طريقه وطريق نضاله ضد هذه الخيارات بالنضال السلمي والجماهيري الواسع فضلا عن الزيادة في الأجور يطالب الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة بمراجعة سياساتها حيال أصلاح السناديق الاجتماعية لأن تلك الخطوة في رأيه تمثل ارتهانا للسناديق المالحة مطلب لا قصدا إيجابيا لدى الرأي العام مواطنيا فإنه أغلب المواطنين يساندون هذا الاضراب لأن هذا الاضراب لم يأتي لمطالب شخصية أو قطاعية في الاتحاد العام التونسي للشغل لكن هذه المطالب أخذت منحا اجتماعيا بالتصعيد يهدد الاتحاد والشماع مرتقب لهيئته الإدارية قد يختتم بقرارات مصيرية لجهة فلسفة التفاوض مع الحكومة شتاء ساخن هذا ما تنظر به مؤشرات الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الراهن لتبقى الأمال معلقة على حوار شامل بين اتحاد الشغل والحكومة لإبعاد شبح أزمة مطلبية وشيكة بلا المبروك تونس المياد وينضم إلينا رئيس تحرير جريدة الشعب يوسف الوسلاتي معنا من تونس أهلا بكم أستاذ يوسف إلى أين وصلت الأمور حتى هذه اللحظة في تونس الأمور بطبيعة الحال تصير غدا نحو انهيقاد هذه إدارية والتي يعول عليها كثيرا في أن تحدد بصورة نهائية موقف الاتحاد عن تونسي للشغل ورده على الحكومة التي ترفض التفاوض وترفض الزيادات كذلك في الوظيفة العمية وترفض أيضا الإقلاع عن سياسة الولاء لصنديق المانحة السياسة الدولية المانحة وترجمة إملاءاتها بصورة كاملة ومن ذلك قرار عدم الزيادة في الأجور بدعوة عدم الترفيح في كتلة الأجور وهو التزام قررته هذه الحكومة والأمور تسير غدا نحو أحد الأمرين في الهيئة الإدارية يجب التذكير بصورة عامة للسادة المشاهدين وأن الهيئة الإدارية هي أعلى سلطة في الاتحاد العام تونسي للشغل وهي التي اتخذت القرارات الحاسمة والأكثر خطورة في تاريخ المنظمة ومن ذلك اجتماعها التاريخي قبل الثورة وإقرارها الإضرابات القطاعية والإضرابات الجهوية غدا نتنعقد هذه الهيئة الإدارية وهي ستذهب إما على ما يبدو في اتجاهه ربما أعطى فرصة ببضعة أيام للحكومة لتكون جادة وربما هنا يمكن البرلمان أن يلعب دورا في هذا المجال ودفع الحكومة نحو تفاوض جديم على اتحاد العام تونسي الشغل خصوصا أن ما يطرحه هو زيادات ربما نتيجة لتداور المقدرة الشرائية للمواطنين أو كذلك قد تذهب هذه الهيئة الإدارية قد تبقى في حالة انعقاد وقد تعطي مهلة صغيرة وبعد ذلك قد تتخذ إجراءات كبرى منها بالأساس ربما انطلاقا من مبدأ التضامن بين القطاع العام والوظيفة العومية قد يقع تحديد موعد لإضراب آخر ولكن هذه المرة بصورة أشمل وأوسع قد ينضم إليه القطاع العام وربما في مرحلة ثالثة القطاع الخاص ولكن هكذا أعتقد أن الأمور ستسير غدا حين نقول بأنه إعطاء فرصة ربما ساعات أو أيام غدا للحوار مع الحكومة نقصد بذلك الحوار مع النهضة أليس كذلك؟ لا هو سيدتي الاتحاد العام تونسي للشغل يتفاوض مع سلطة الإشراف مع الوزارة مع الحكومة هذا بالمبدأ عمليا على أرض الواقع نعم ولكن عمليا على أرض الواقع سيتفاوض مع حكومة تسنيدها حركة النهضة ولديها أيضا موقف من الاتحاد العام تونسي للشغل خصوصا يجب التذكير بأن الأضراب وتحديد الاتحاد العام تونسي للشغل لموعد الأضراب رافقته هجمة شرسة سواء كان على وسائل التواصل الاجتماعي أو كذلك في بعض التصريحات المسؤولين من هذا الحزب بإدانة الاتحاد وهذا سلوك قديم في الحقيقة محاولة شيطانة الاتحاد في كل مرة ومحاولة تشوية صورته ومحاولة أظهار وأنه بصدد تخريب الاقتصاد والحال أن هذه الحكومة هي مسؤولة على الضعف في النتج الداخلي الخام الذي جعل الأجور تمثل نسبة عليا ونسبة كبيرة من هذا الناتج الداخلي الخام عجزها عن تغيير من والد تنمية القائم على التدايل الخارجي والقائم على المزيد والمزيد من الضراب هو الذي جعل كتلة الأجور ضعيفة وحركة هذا هي مسؤولة بطبيعة الحال باعتبارها حزبا حاكما وباعتبارها تسند هذه الحكومة وصوتت لها منذ أسبوعين هي مسؤولة بطبيعة الحال بطريقة مباشرة ولكن التفاوض هو مع الحكومة وليس مع الأحزاب السياسية طيب دائما في كل شهر يناير كان من الثاني هناك استحقاق في تونس أيام الحبيب برقيبة وأيام زين العبدين بن علي وحتى السنة الماضية في مثل هذا الوقت تقريبا كان هناك حركة في الشارع كان هناك احتجاجات كان هناك وضع في تونس سواء سياسي أو حتى أملي هل متخوفون من أن تذهب الأمور باتجاه تصعيدي أكثر؟ شوهي سيدتي الاتحاد اللي عم تنسي للشغل يبدو أنه بالنسبة إليه هذا الأضراب وهذا ما قال أيضا أنه تصعيد هو في نهاية الأمر عملية فرز حول فرز سياسي حول المسألة الاجتماعية من هي الأطراف ومن هي الجهات التي تقف مع عدالة في الجانب الاجتماعي تقف مع زيادات مجزية للأجراء الذين تدمرت مقدرتهم الشرعية بصورة واضحة ومن هو مع أملاءات صندوق النقد الدولي لأن هذه الحكومة بخياراتها هذه التي رفضها الزيادات وكذلك اعتماد على نفس منوال التنمية كما قلنا التدائن والمزيد من التدائن هي في الحقيقة تجعل المسألة الاجتماعية والوضع الاجتماعي صعبا إلى درجة وأن هذه الفئات تخرج في كل سنة في شهر يناير في شهر جان في تخرج للشارع للتعبير عن غضبها من الإجراءات الاجتماعية شهادنا في السنة الفارتة وهذا ما حدث الآن الاتحاد العام تنسي الشغل يريد أن يدفع في اتجاه عملية فرز حقية لأنه هل لديه جدول واضح أو أجندة واضحة هو يعترض على واقع هذه الحكومة برئاسة الشاهد ما البديل هل يملك الاتحاد التونسي للشغل البديل الواضح بديل الاتحاد العام التونسي للشغل هو أن تكون سياسة هذه الحكومة مراعية لمصالح التونسيين بدرجة أولى وليست مرتهنة للصناديق الدولية سيدتي إذا الاتحاد العام التونسي الشغل مثلا عندما ترح أضرابا في الوظيفة العمية هو يدافع عن قطاع الصحة الذي تدهور في تونس بشكل غير مسبوك كما أنه يدافع عن التعليم الذي هو في وضع متدهور يعني تعرفين سيدتي أن هناك نقص في الإطار الأستاذي وفي المدارس الإعدادية والثانوية والابتدائية يعني الأساسية نقص بحوالي 13.000 أو 14.000 إطار تربوي والوزارة والحكومة غير قادرة على الانتداب تنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولي والحال أن هذا سيضرب التعليم معناه في العمق يجب أن ننظر أيضا إلى مختلف القطاعات الأخرى التي تحتاج إلى انتدابات جديدة وتحتاج إلى تقديم لو كان القرار بيد الاتحاد التونسي للشغل وهو من فرضا يرأس هذه الحكومة والقرار في يده هل فعلا يستطيع لأن هذه الحالة سواء بالوضع الاجتماعي بالوضع الاقتصادي هذا التردي هذا التدهور في هذه الأوضاع هو نتيجة سياسات متراكمة نعم سيدتي هو نتيجة سياسات متراكمة وسياسات المتراكمة هي بالأساس عدم استعداد هذه الأطراف التي حكمت تونس خلال الفترة الأخيرة لتغيير نمط التنمية وهذا كنت قد تحدثت عنه ولكن الاتحاد العام تونسي للشغل لو كان في السلطة وليس بضرورة الاتحاد أيضا لو كانت لأنه في نهاية الأمر الاتحاد لم يطرح على نفسه قضية الحكم في أي فترة من الفترات ولكن أي حكومة تريد أن تكون توجهاتها وطنية هي يجب أن تتوجه برأسا إلى خلق الثروة وخلق الثروة هذا يكون بالاعتماد على القطاعات الاستراتيجية في تونس يكون بالاعتماد على الفلاح تونس هي مطمورة روما تونس أيضا بلد سياحي مهم وربما هذا ولكن هذه السياحة تتأثر في كثير من الأحيان بالأوضاع السياسية والتقلبات والأوضاع الأمنية ولكن أيضا قطاع الخدمات وقرب تونس من أوروبا كذلك المؤسسات الصغرى والمتوسطة لنأخذ قطاعا مثل قطاع النسيج الآن قطاع النسيج تغزوه البضاعة التركية والحال أن حكومة يجب أن يكون توجهها وطني نحو دعم الفلاحة التونسية نحو دعم الصلاحة من أن لا تتوجه بالاتجاه الوطني كما تفضلت منذ قليل وتذهب في هذا الاتجاه مشهد الشارع بالأمس بطبيعة الحال هذا لا يسعد ولا يفرح الحكومة ولا النهضة ولا الشاهد وبالتالي لمصلحة من الذي يجري تشوف سيدتي الذي يجري هو الآن يعني يجب أن تتغير الكثير من المعادلات من الصعب جدا أن يبقى الشعب التونسي معناه في ظل هذه المعاناة وفي ظل هذه المراكبات الكثير من المعادلات أي معادلات السياسية كنا أمام ائتلاف حاكم بالفترة الماضية وواضح بأنه تغير المشهد السياسي مع الشاهد ودعم حركة النهضة له وباقي التفاصيل تعرفها طيب عن أي معادلات والكرة الآن بملعب ما المشهد السياسي المشهد السياسي لم يتغير بصورة جذرية لأن نفس الأطراف التي كانت تحكم يعني هي في نهاية الأمر تبادلت بعض المواقع وصار انزياح في الحكم من قرطاج إلى القصبة وضعفت بعض الأحزاب وقويت بعض الأحزاب الأخرى ولكن مختلف الأحزاب الحاكمة الآن وعلى رأسها حركة النهضة هي ليست أحزاباً تعطي للمسألة الاجتماعية قيمتها اللازمة هي أحزاب ذات منحة لبيرالي هي أحزاب تعتمد على نفس من والد تنمية الذي كان يعتمد عليه بن علي وهي تنتظر وهذا نوع من ربما من السذاجة السياسية تنتظر أن تصل إلى نتائج مغايرة إلى تلك التي وصل إليها بن علي هذه سياسة مدمرة الآن نرى نوعاً من التهافت والتفاخر من الحكومة بأنها ستمضي اتفاقية الأليكا كشريك مميز مع أوروبا والحال أن هذه اتفاقية ستكون اتفاقية دمار واتفاقية خراب الاقتصاد الوطني تونسي وخصوصاً للفلاحة هذا أمر واقع كحينما تقولين وتسألين عن تغير المعادلات تغير المعادلات في مجال قرار العدلة الاجتماعية في مجال الآن الحكومة لا تريد أن تذهب إلى الذين المتهربين من الضرعب والشركات التي لا تدفع وكذلك المهربين سؤال أخير من فضلك وأريد الإجابة باختصار لو سمحت ما الذي تريده فعلاً حركة النهضة أمام هذا الواقع شوف سيدتي حركة النهضة هي تساير الأوضاع لم تكن في يوم من الأيام هذه الفئات الاجتماعية هدفاً أو ارضاؤها هدفاً من أهداف حركة النهضة ولا هو يوجد في سياساتها أصلاً حركة النهضة لديها مشروع سياسي إيديولوجي بالأساس هي لم تأتي لا لمحاربة الفقر ولم تأتي لمحاربة المديونية وليست لديها مشكلة بذلك بالعكس نرىها تتلون هي حتى بالنسبة إلى قضية مثلاً مقتل خشقجي وأنا أراكم منذ قليل نشرتم بعض الأصداع عن مقتل خشقجي هي في البداية نرىها تتراجع على أطراف أصابعها وتقول يجب بمناسبة زيارة الملك سلمان الأمير سلمان تتراجع على أطراف أصابعها ولا تريد إدانة هذه الزيارة لماذا؟ لأن لحسابات سياسية واضحة ليست لهذا الطرف بطبيعة الحال استراتيجية واضحة تخدم هؤلاء الفقراء وتخدم هذه الفئات التي قامت بالثورة والتي تنتظر قطف ثمارها والتي تنتظر تنمية عادلة بين الجهات وبين الطبقات أيضا وتنتظر انتعاش للمعطلين عن العمل الذين يزددون وتتكاثر صفوفهم من يوم إلى آخر أيضا المقدرة الشرائية للمواطن العادي التي تدهر هي ليست لديها برنامج في هذا المجال هي لديها برنامج إيديولوجي برنامج سياسي لا علاقة له بهذه ولذلك نرىها لا يمكن إلا أن تكون في الصف الآخر المقابل للاتحاد العام تنسي للشغل نعم شكرا جزيلا لك وهذا الكلام يقودنا إلى من أتى أصلا بالنهضة إلى الحكم بكل الأحوال انتهى الوقت شكرا جزيلا لك الأستاذ يوسف الوسلاتي رئيس تحرير جريدة الشعب كنت معنا من تونس فاصل قصير وسنع من جديد أهلا بكم كشف المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيميس جيفري عن وقوع اشتباكات لم يحدد تاريخها بين القوات الأمريكية والروسية في سوريا جرى في بعضها تبادل لإطلاق النار وفي حديث لكالت نوفستي الروسية أكد جيفري أكد أن الولايات المتحدة تؤيد وحدة الأراضي السورية ولا تريد تدمير البلاد ولا تسعى إلى تغيير النظام في سوريا لكنها مهتمة بتغيير سلوكه أولا وقبل كل شيء تجاه شعبه مشددا على أن بلاده لن تخفف العقوبات على إيران مقابل انسحابها من سوريا تظاهر عدد من أهالي مدينة الرقة احتجاجا على ممارسة قوات سوريا الديمقراطية في المدينة وإهانة عناصر منها عددا من النساء والاعتداء على شبان في المنطقة مصادر محلية أكدت للميادين أن الأهالي يواصلون احتجاجاتهم منذ صباح أمس ولفتت المصادر إلى أنهم لن ينهو اعتصامهم قبل خروج قوات سوريا الديمقراطية وإلى العراق أعلنت وزارة الصحة العراقية أن الفيضانات في عدد من المناطق ومنها الشرقات أدت إلى وفاة سبعة أشخاص رئيس الوزراء العراقية عادل عبد المهدي وجه بإنشاء خلية أزمة للتدخل الفوري لإنقاذ المدنيين في الشرقات وكانت أسيون قد ضربت القضاء ومناطق أخرى من محافظة صلاح الدين ونينوى وأدت إلى حدوث أضرار مادية وبينها انهيار أحد الجسور ومن بغداد ينضم إلينا مرسل الميدي محمد الفهد محمد الحصيلة النهائية لضحايا الفيضانات وكيف تبدو الأوضاع الآن نعم سلمة يعني الحصيلة النهائية لضحايا السيولة التي ضربت قضاء الشرقات في شمال صلاح الدين وأيضا مناطق في ذيقار وميسان جنوب العراق إلى سبعة وطيات أربعة منها في الشرقات واثنان في ذيقار وواحد في ميسان طبعا هي أمطار لم تشهدها ربما البلاد منذ سنوات وهي أمطار غزيرة جدا ضربت شمال العراق وأيضا جنوب العراق وبالتالي الضرر الأكبر المادي وحتى البشري هو في قضاء الشرقات وتحديدا في القرى الواقعة إلى الجنوب من القضاء ولا فيما قرية الحورية حيث غمرت المياه أدت قرى وكذلك عدت محاصيل وامتلأت بعض الأنهر في هذه القرى كذلك كان هناك استنفار بناء على مناشدات إقافية قبل الحكومة المحلية في صلاح الدين على لسان محافظة أو على لسان النائد عن محافظة صلاح الدين والذي وجه رسالة للحكومة بدورها الحكومة وجهت بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة وفعلا اتخذت العمليات المشتركة العراقية عدة التدابير وأيضا هناك اترك من الدفاع المدني وطيران الجيش والحجم الشعبي تاهمت بإنقاذ العوائل العالقة في المنازل المأمورة بالبياء وكذلك هناك توجيهات الوزرات الأخرى من أجل تقديم الدعم الصحي والغذائي وكذلك وعد رئيس الوزراء بتقديم تعويضات مالية لمن ربما تعرضت منازلهم إلى ضرر كبير نتيجة لهذه السيول كذلك هذه الأمطار أيضا أدت الأميار جسر في محافظة مينوا وأيضا غمرت المياه بعد أحياء الساحل الأيمن نتيجة لما سببته الحرب الزداعش من تدمير العديد من شبكات صرف المياه وبالتالي كان الضرر الأكبر في الساحل الأيمن في المقابل هناك أيضا تدابير في عدة مناطق من العراق بناء على توقعات الجوية لهطول أمطار ربما شديدة في بعض المناطق وبالتالي هناك إجراءات احترازية من قبل التوائر البلدية والصحية في عدة مناطق من البلاد نعم شكرا جزيلا لك محمد الفهد مراسل الميدين كنت معنا من بغداد أعلنت القوات الأمنية العراقية مقتلى 14 إرهابيا من داعش خلال ملاحقتها لفلول داعش في نينوة إلى ذلك دهمت القوات العراقية عددا من القرى والمنازل في تكريت بحثا عن المتورطين في هجوم إرهابي بسيارة مفخخة كان قد استهدف شارع الأطباء في المدينة فيما أعلن اللواء حكيم لجبوري أن القوات العراقية ستواصل بحثها للقضاء على جيوب التنظيم مشاركة واسعة وفعالة من منطقة غيدة التي تابعة للرشاد وفتشنا وداهمنا عدة قرى في هذه المناطق الوعرة تم العثور على مظافات الدواعش اعتقال قسم من عدهم وكانت عملية موفقة وناجحة راح نرابط بهذه المناطق وإن كانت وعرة ونتابع والدواعش بهذه المناطق وسنحرر كل هذه المناطق ولا ما رح نخلي إلهم في هذه المناطق لا ما كان وجود أبدأ المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث رغبته في استئناف المحادثات السياسية في السويد مرحبا بالنداءات الدعائية أو الداعية إلى وقف القتال في الحديدة لحماية أرواح المدنيين جريفث أضاف خلال زيارته الحديدة أنه جرى الاتفاق مع أنصار الله أمس بشأن آلية مساهمة الأمم المتحدة فالحفاظ على السلام في المدينة وأن الاتفاق نص على أن تتابع الأمم المتحدة مفاوضات نشطة وعاجلة من أجل دور واسع النطاق لها في الحديدة وفي ميناء الحديدة تحديدا وشددا على أن الدور الأممي سيحافظ على هذا الميناء ويسهم في الجهود الدولية لزيادة قدرته وفعاليته إلى ذلك أعلنت الأمم المتحدة استعدادها لدور إشرافي في إدارة ميناء الحديدة غرب اليمن النطاق باسم الأمم المتحدة في جينيف قال أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارسين جريفث الموجود حاليا في الحديدة سيقدم إلى الأطراف المعنيين أفكارا معينة بشأن تسوية مسألة مراقبة ميناء الحديدة خلال زيارته اليمن ذكر المبعوث الأممي أطراف لزاع بأن العنف الذي تجدد في الحديدة قبل أيام يجب أن يتوقف وأن لا يستمر وذلك لمصلحة المدنيين هناك ومن أجل خلق ظروف مؤتية للمشاورات السياسية في السويد جريفث شدد على أن ضبط النفس مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى إذا أردنا وضع اليمن على طريق السلام وكما قلنا سابقا فأن الأمم المتحدة تبقى جاهزة للعمل مع الأطراف على اتفاق يجري التفاوض بشأنه يسمح بإشراف الأمم المتحدة على الميناء ويحميه من الدمار المحتمل ويحفظ خط المساعدات الإنسانية الأساسي لليمنيين ولدى المبعوث الأممي أفكار معينة سيطرحها على الأطراف وهو يأمل التوصل إلى اتفاق قريب أكد رئيس مركز البحرين للحوار والتسامح الشيخ ميثم السلمان أن الانتخابات المرتقبة في البحرين بعيدة عن النزهة والصدقية وتجري في أجواء من الترهيب على حد تعبيره وفي مؤتمر الصحفي في بيروت بعنوان البحرين انتخابات بلا نزاهة أكد السلمان أن أصرار المنامة على مواصلة هذه الانتخابات من دون إصلاحات حقيقية سيكون له عواقب سلبية على البحرين تشكيل لجنة مستقلة لإدارة العملية الانتخابية بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني ومنح هذه المؤسسات كامل الحرية في مزاولة عملها ثانياً إعادة توزيع الدوائر الانتخابية بشكل عادل متوافق مع المحددات الدولية وتحقيق التوازن والمساواة في الصوت الانتخابي بين المواطنين وفقاً لمبدأ صوت لكل مواطن هذا وتشهد البحرين غداً السبت انتخابات برلمانية فيما دعت أحزاب المعارضة مناصرها إلى المقاطعة إنه يوم للوفاء بعهد وثير ليحقق تطلعنا التاريخي المتبادل مع شعبنا الوفي دخلت البحرين في الصمت الانتخابي تستعد محافظات المملكة الأربع منذ أسبوع لانتخاب برلمانها الجديد 293 مرشحاً من ضمنهم 41 امرأة يتنفسون على 40 مقعداً البحرين مقبلة على أعتب محطة مضيئة في مسيرتها الوطنية هذا ما أعلنه ولي العهد الأمير سلمان بن حمد الخليفة خلال لقائه مع رئيس الوزراء وأحث المواطنين على المشاركة الواسعة وتلبية الواجب دعوة ولي العهد قابلت مقاطعة من المعارضة بعد تعديلات دستورية حرمت كبرى أحزابها الوفاق ووعد من المشاركة في الانتخابات نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي أكد أن الانتخابات لن تجلب إلا مزيداً من الظلم والفساد والتطيق علماء البحرين بدورهم دعوا إلى المقاطعة وقالوا أن البرلمان أصبح أداة طياعة لتنفيذ السياسات الحكومية الظالمة وأقصاء الشعب والقضاء على أي أمل نحو ثلاثمائة وسبعين ألف ناخب سيشاركون في هذه الانتخابات بحسب اللوائح الرسمية وبينما تؤكد جهات حكومية أن العملية الانتخابية ستكون سلسة وشفافة وستعكس نتائجها تطلع البحرينيين حسمت جهات أخرى النتيجة انطلاقة من الوقع الحقوقي والسياسي للبلاد منظمة هيومن رايتس ووتش وفي بيان لها قالت إن الانتخابات في البحرين تجري في بيئة سياسية قمعية ولن تكون حرة ارتفع إلى أربعين بينهم أطفال عدد شهداء التفجير الانتحاري الذي استهدف سوقا في إقليم خيبر بختون غرب باكستان وفق مراسلنا الهجوم أدى أيضا إلى جرح ثلاثين شخصا في مدينة كاراتشي أدى هجوم استهدف القنصلية الصينية إلى مقتل ضابطي الشرطة وفي بلوشستان جرح أربعة أشخاص بتفجير هو الثالث الذي يستهدف المدن الباكستانية اليوم في يومها المئة في الحكم تواجه الحكومة الباكستانية التحدي الأكبر في الملف الأمني في ظل حملة انتقادات من الأحزاب السياسية للحكومة والتي وعدت بالكثير خلال أول مئة يوم لكن لم يتحقق شيء بكر يونس مئة يوم مرت على حكومة حزب إنصاف لم تتمكن خلالها من تحقيق ما وعدت به من تحسين الأوضاع المعاشية والاقتصادية والأمنية في باكستان فاقتصاديا شهدت الأملة الباكستانية تدهورا أمام الدولار في حين سجت الحكومة فشلا في تحقيق فرص العمل التي وعدت بها الشباب ليأتي الانتقاد من طرف الحليف المخالف حزب الشعب الباكستاني الذي أكد رئيسه بلاو البوتو أن الحكومة تأخذ منعطفات تراجعية خشة الانهيار أعتقد أن خطة المئة يوم لم تكن وقعية ولم توضع وفق الأولويات الصحيحة وعند النظر إليها تظهر كأنها خطة لعقد من الزمن اتجاه الحكومة الباكستانية للعمل ضد ما أسمته الفساد كان جليا فعمدت إلى هدب ثقافة قوة ملاك الأراضي وكل ما هو غير رسمي على حد زعمها وبقيت حاسمة في التعامل مع رئيس حزب المعارضة شهباز شريف مبقية إياه في السجن إلى حين استكمال التحقيقات في قضايا فساد ضده مع السماح له بممارسة حقه في المعارضة من داخل البرلمان وزير الخارجية اليوم يقول كلاما للدول وفي اليوم الآخر يغيره بينما يقول رئيس الوزراء أن التراجع هو قرار القادة هذا في الحقيقة هو الفشل نحو مائة ألف وظيفة وخمسمائة ألف بيت سكني وعود لم تحقق منها الحكومة شيئا ولم تبدأ بها حتى الآن مع تأكيدها أن مائة يوم ليست كافية لتحقيق هذه المطالب على خلاف ما كانت وعدت به من قبل وهو ما تتمسك به المعارضة بشكل كبير تكثر العوائق أمام الحكومة الجديدة فلم تكن المائة يوم كافية أمام وعودها الكبيرة ولكن ما يعتبر حتى الآن قاسيا على المواطن هو عدم تمكن الحكومة ليس فقط من تحقيق شيئا من وعودها بل هو عدم البدء في تحقيق أي منها بكريونس إسلام أباد الميادين وفي أفغانستان استشهد نحو ثلاثين شخصا وأصيب نحو خمسين في هجوم انتحاري بولاية خوص شرقي البلاد مسؤول أمني أفغاني قال أن الهجوم استهدف مسجدا داخل قاعدة عسكرية حيث كان الجنود يؤدون صلاة الجمعة أعلن السفير الإماراتي في لندن أن بلاده تدرس طلبا للعفو الأكاديمي البريطاني عن الأكاديمي البريطاني ماتيو هجز المزروعي قال أن الطلب قدمته عائلة هجز الذي حكم عليه من قبل القضاء الإماراتي بالسجن المؤبد بتهمة التجسس آملا توصل إلى تسوية ودية السفير الإماراتي دفع في الوقت نفسه عن النظام القضائي في بلاده بموجب القانون الإماراتي يحق لكل شخص للسئناف بعد إدانته ويمكن لأي شخص طلب العفو وقد تقدمت عائلة السيد هجز بطلب للعفو والحكومة تدرس هذا الطلب لقد أجرى وزير الخارجية البريطاني جيريمي هاند محادثة جيدة مع وزير خارجيتنا التقيت به أيضا بالأمس وكما قال سيد هاند لدينا شركة وثيقة للغاية مع المملكة المتحدة وبسبب قوة تلك العلاقة نأمل أن يتم التوصل إلى حل ودي تشهد بريكسل سلسلة لقاءة بين مفاوضين بريطانيين ومن الاتحاد الأوروبي في محاولة لحل الخلاف بين لندن ومدريد بشأن السيادة على منطقة جبل طارق ومن المرتقب عقد قمة أوروبية الأحد المقبل للموافقة على اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد أشعل جبل طارق الخلافة بين إسبانيا وبريطانيا وبات عقبة جديدة أمام خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ترفض مدريد السيطرة البريطانية على جبل طارق بموجب معاهدة أوترخت الموقعة عام 1713 وتطالب منذ سنوات بالسيادة على المنطقة بالمقابل تقول الحكومة البريطانية إن اتفاق بريكسل ينطبق على الأسرة البريطانية بأكملها بما في ذلك جبل طارق وأقليم خارجية أخرى هذا الخلاف بين الطرفين يهدد مصير القمة الأوروبية المقرر عقدها يوم الأحد لتصديق على النص النهائي لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشاز أكد أن بلاده ستعترض على مسودة الاتفاق إذا لم تدرج عليها تعديلات تتعلق بوضع منطقة جبل طارق أبرز هذه التعديلات مطالبة إسبانيا أن يلحظ الإعلان الخاص بالعلاقات الجديدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي أن أي قرارات تخص منطقة جبل طارق المتنازع عليها يجب أن تتخذ عبر مفاوضات مباشرة مع مدريد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تريد أن يطبق اتفاق خروج بلادها من الحضن الأوروبي على أراضي المملكة المتحدة بالكامل بما فيها منطقة جبل طارق الاتحاد الأوروبي يحاول احتواء هذه الأزمة فصحيح أن التصديق على معاهدة الانسحاب وفق القواعد الأوروبية يكون بالأغلبية وليس بالإجماع ولا يحق لإسبانيا عرقلة التصديق غير أن زعماء الاتحاد الأوروبي يسعون لموقف موحد فيما يتعلق بهذا الأمر البالغ الحساسية سياسيا واقترحوا التعامل مع بواعث قلق إسبانيا في بيان منفصل يصدر عن قادة بلدان الاتحاد السبعة والعشرين تصعد التوتر في تخوان شمال غربي المكسيك بعدما تظهر مئات المهاجرين قرب المعبر الحدودي مع الولايات المتحدة وقد غادر المهاجرون مركز الإيواء الذي وفرته لهم أسلطات محلية لتوجه إلى جسر قرب نقطة الدخول إلى كاليفورنيا كانوا يسابقون الزمن قبل أن ينفذ أمر الرئيس الأمريكي بإغلاق الحدود مع المكسيك وقبل أن تنفذ القوات المسلحة الأمريكية الأوامر بالتصدي للاجئين عبر الحدود إنهم مئات المهاجرين في تخوان شمال غرب المكسيك تظهر هنا قرب المعبر الحدودي مع الولايات المتحدة فيما كانت القوات المسلحة الأمريكية تتدرب تحسباً احتمال محاولتهم الدخول بالقوة المعبر أغلق فترة زمنية قصيرة بينما كان الجيش الأمريكي يجري تدريباً واسع النطاق وقد شمل التدريب من روحيات ومئات الجنود ورجال الشرطة وفق الوكالة الأمريكية للجمارك وحماية الحدود فقد جار خلال الفترة الماضية نشر نحو 9 ألاف عسكري أمريكي على الحدود مع المكسيك يقول وزير الدفاع إنهم لن يستخدموا سوى الهروات إن اضطروا إلى ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد تهديده بإغلاق كامل الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بما في ذلك أمام المبادلات التجارية إذا شهد الوضع تصعيداً مع وصول آلاف المهاجرين من أمريكا الوسطى إنها الطريقة الوحيدة لإيصال معاناتنا لرئيس ترامب إن الأمور تسير ببطء ولا يمكننا أن نقضي أشهراً في انتظار تحرك السلطات لتسجيل طلبات لجوئنا المكسيك عرضت على المهاجرين تأشيرة عمل للبقاء في البلاد غير أن الكثيرين يتطلعون للوصول إلى أبعد منها إلى الولايات المتحدة فقد قطعوا من الهندراز إلى هنا نحو أربعة آلاف كيلومتر خلال شهر تقريباً لم نصل إلى تخوانا للعمل لقد جئنا للعبور إلى الولايات المتحدة لا نريد أن يصاب أي شخص نحن نريد الحفاظ على سلامتنا الشيء المفقود هو بنك معلومات يمكن المهاجرين من التعرف إلى خياراتهم إذا أرادوا عبور الحدود فعليهم وضعوا أسمائهم في قائمة طلب اللجوء وانتظار دورهم وتلك هي الطلبات التي تعهدت إدارة ترامب الإستجابة لها لكنها قد تأخذ الكثير من الوقت ستة أشهر على الأقل وهو ما لا يقدر عليه صبر أولئك لا على الحدود ولا في العودة من حيث أتوا إلى العنوين إصابة أربعة عشر فلسطينيا بينهم طفل في اعتداء قوات الاحتلال على مسيرات العودة شرق غزة مكتب نتنياهو يعلن عن زيارة قريبة له إلى البحرين ويقول أن زيارة تمهد لشرق أوسط آخر الاتحاد العام التونسي للشغل يبحث قدر خطواته التصعدية والحكومة توافق على مشروع قانون المساواة في الإرث صحيفة تركية تكشف أن الفريق السعودي سحب دم خاشقجي من الوريد قبل تقطيعه الفيضانات تجتاح عددا من المناطق العراقية ووزارة الصحة تعلن وفاة سبعة أشخاص عشرات الشهداء والجرحة في سلسلة هجمات دامية في مناطق متفرقة في باكستان وأحدها على القنصلية الصينية في كاراتشي والمزيد من الأخبار على صفحة الميدين على الإنترنت الميدين دوت نت باللغتين العربية وكذلك الإسبانية اسبانوردوتالميدين دوت نت نشرتها إلى اللقاء